السلام عليكم درس جوامع الخير الحديث الشريف للصف الحادي عشر الحصة الثانية أهداف الدرس يتوقع من الطالب أن يستنبط فضل السعي لقضاء حوائج الناس وأن يوضح ثواب من يسلك طريق العلم وأن يعدد فضائل الاجتماع على مدارسة القرآن وأن يستنتج معيار التفاضل بين الناس عند الله تعالى وأن يستنبط الدروس المستفادة من الحديث الشريف الهدف الأول أن يستنبط فضل السعي لقضاء حوائج الناس القيمة الرابعة إعانة الناس وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه قال صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن كسوت عورته وأشبعت جوعته أو قضيت له حاجة وقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم هذه القيمة العظيمة فلم يحصروا الإحسان في العبادة والزهد والاعتكاف بل جعلوا إعانة الناس والمشي في حوائجهم خيرا من نوافل العبادات دعنا نتأكد مما فهمنا اختر الإجابة الصحيحة فاطل السعي مع الناس لأجل قضاء حاجاتهم خيرا من نوافل العبادات أم أفضل من الصلاة المفروضة أم أفضل من الحج أم أفضل من صوب رمضان وقيامه انتبه الجواب الصحيح خيرا من نوافل العبادات الهدف الثاني أن يوضح ثواب من يسلك طريق العلم القيمة الخامسة في الحديث الشريف طلب العلم وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريق يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة طريق العلم إما طريق مادي كالمشي على الأقدام أو طريق معنوي فيه حفظ ودراسة ومذاكرة وكتابة ومن سلك هذا الطريق المادي أو المعنوي وصل إلى الجنة من أقرب الطرق وأسهلها وصل إلى الجنة من أقرب الطرق وأسهلها وهذا يدل على عنو مكانة العلم وعظم أجره وثوابه جعلني الله وإياكم ممن ينال ثواب طالب العلم والآن أيها الطالب النجيب اشرح العبارة الآتية كما فهمت من حديث جوامع الخير قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة بارك الله فيكم الهدف الثالث أن يعدد فضائل الاجتماع على مدارسة القرآن الكريم القيمة السادسة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي المحافظة على مجالس العلم قال صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيتا من بيوت الله وبيوت الله هي المساجد يتلون كتاب الله وكتاب الله هو القرآن ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نستنتج عزيز الطالب أن فضل الاجتماع على تلاوة القرآن ومدارسته وتفسيره وتدبره يشمل أمورا عدة أهمها صفاء القلب بنور القرآن وذهاب ظلمته هنيئا لمن نور الله تعالى قلبه بالقرآن ثانيا شمول رحمة الله تعالى لأهل المجلس وكلنا نتمنى أن يشملنا الله تعالى برحمته وأيضا نزول الملائكة عليهم محبة وتعظيما لهم يا سلام هنيئا لمن حفتهم الملائكة وكانت تحيط بهم وأيضا ثناء الله تعالى عليهم ومباهاته الملائكة بهم تخيل عزيز الطالب أن يذكر اسمك عند الله تعالى أمام الملائكة إنه لفضل عظيم هنيئا لمن حاز هذه الفضائل تذكر أن الطريق إلى هذه الفضائل هو الاجتماع على تلاوة القرآن ومدارسته وتفسيره وتدبره في كتابك الصفحة 107 نشاط بعنوان أتأمل حديث رواه أبو واقد الليفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال أي أبو واقد الذي روى الحديث قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه ما علاقة هذا الحديث الشريف بحديث الدرس إجاباتكم رائعة الهدف الرابع أن يستنتج معيار التفاضل بين الناس عند الله تعالى القيمة السابعة في الحديث الشريف قيمة الإنسان بعمله لا بنسبه وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه يقول تعالى في كتابه العزيز يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ مَا مِعْيَارُ التفاضل بين الناس عند الله تعالى يوم القيامة كما فهمت من النصين السابقين هذا صحيح التقوى والعمل الصالح التقوى والعمل الصالح ميزان التفاضل بين الناس عند الله ولا اعتبار للمكانة الشخصية إن كان المرء مقصرا في عمله ولا ينبغي لأحد أن يتكل على شرفه ونسبه لينال المجد فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغن عن عمه أبي طالب شيئا فقد مات على كفر والآن اشرح العبارة الآتية كما فهمت من حديث جوامع الخير قال صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه أحسنتم الهدف الخامس أن يستنبط الدروس المستفادة من الحديث الشريف من الدروس المستفادة من الحديث الشريف الذي درسناه أمور عدة أهمها أولا إعانة الضعيف والمحتاج ورفع الشدة عن الناس ثانيا التيسير على المعسرين والسماحة معهم ثالثا طلب العلم والاجتهاد في تحصيله رابعا هذه سنتركها لك فاستحضر معي الدروس التي استفدتها جميل في نهاية الدرس إليك أعزيز الطالب الأسئلة الآتية لا تنسى الاستعانة بكتابك إن احتجت للردوع إلى المعلومة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله